اشتركوا في القناة ادي ايه؟ تعرفها منين؟ من الشغل والتزامك ببر اهلك حكتين بوساط اوه بتشتغل في وظيفة ثابتة بقالك سنتين تلاتة اربعة طالع فيها سلمة سلمة قدرتك على التأقلم مع الاخرين جيدة ولا انت من النوع الفراج اللي لا اه اه اصلاهم متهديني انا كنت عايز اشتغل شغلان انا باش عارف بكم من الاول او متسرع في قراراته او 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 ابقى انصح دايما الولاد واقول لي البنات لما يجيلك واحد شوفيه في شغله واخباره ايه شوفيه في علاقته مع اهله ليه فيه رجلين اتنين زي البني ادم كده الجواز ده راس الرجلين بتوعه اللي لازم يقف عليهم الادب والحشمة والاحترام والتقدير طبعا فيه درجة ما من الادب لابد ان البني ادم يتسم بيها علشان ما يجرحش التاني فيقدر يقضي معه فترات طويلة يبنوا بجد شجر حلو ويزرعوا شجر حلو يطلع طرح جيد وطيب الناس اللي مش مقدمين قوي في التعامل اللي بينفعلوا ويخرجوا عن طعب الرجل اللي يقولها انت يا بتفهميش حاجة انت انا الرجل والذكار جاب كده مع بابا ومامتو يبقى معاه هامل الله يفتح عليكي ولذلك بقول تعرفي الراجل من مش بس شغله كمان معاملته مع اهله جميل يبقى عشان تتجوزي واحد وتاخدي قرار ان هو اساسا انسان مناسب شوفينه في شغله وشوفينه مع اهله وهي نفس القصة اشتركوا في القناة